اشتركوا في القناة ويدعم المزيد من التراجع التصحيحي بعد فشل في كسر مستوى المقاومة الموضح على الرسم البياني وقد يستهدف مؤشر الدولار المستوى الـ 97 مرة أخرى خلال الساعات المقبلة هذه نظرة على المدى الكثير ولكن على المدى المتوسط والطويل لا تزال النظرة الشرائية مع استقرار تدولات المؤشر أعلى خط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني اليوم ومن ناحية الاقتصادية صدرت بعض الأنبال الإيجابية حول احتمالات تهدئة الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران وهذا ما سوف ينعكس على الشهاية المخاطرة بالأسواق بشكل عام وقد يتسبب في هدوء نسبي لبعض التدولات خاصة عملات الملازل آمن والذهب والنفط ننتقل إلى اليورو دولار تستكرر حاليا تدولاته عند المستوى 1.1995 أعلى مستوى الدعم 1.1115 بعد نجاح الزوج في الارتداد منه بشكل قوي هذا يبكي على النظرة الحيادية على المدى الزمني المتوسط والقصير باستقرار تدولات الزوج بين المستوى 1.1115 والمستوى 1.1260 وفي حال الإغلاق اليوم أعلى المستوى 1.1260 من متوقع أن يحشد الزوج المزيد من الزخم الإيجابي إلى المستوى 1.1320 بالنسبة للتدولات السليني أمام الدولار الأمريكي لا تزال التدولات تحت وطأة الضغوط البيعية بشكل قوي جدا نستقرار تدولات عند المستوى 1.2667 وما أن الناحية السياسية ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعلن زعيم حزب العمال كوربين بأنه يؤيد استفتاء عام على أي صفقة سيتم عبدها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن ناحية أخرى فاز حزب نايجل فراج البريكسيت في الانتحابات المجلس الأوروبي هو ما سيضع المزيد من الضغوط على الجنيل السليني خلال الفترة المقبلة ولكن ننتظر إلى ما ستقول إليه الأوضاع بعد استقالة تريزيم هي بشكل رسمي وتركها المنصف في يوم 7 يونيو المقبل بمن ناحية الفنية استقرار تدولات الزوجوي أسفل المستوى 1.28 يدعم المزيد من التراجع إلى المستوى الدعم القادم عند المستوى 1.2530 عند هذا المستوى سنركب حركة سعرية للزوج وسوف ننتظر ما إذا كان الزوج سيستطيع الافتداد من هذا المستوى ستكون فرصة جيدة للشراء بالنسبة للتدولات الانزلندي دولار هناك فرصة متكونة ولهذا واجب أن ملاحظتها هو كسر الزوج كانها هابطة على الإطار الزمن الأربع ساعات وما يدعم المزيد من التعافي على المدى القصير إلى المستوى 0.66 بشرط استقرار تدولات أعلى المستوى 0.6480 وفي حال كسر هذا المستوى متوقع أن يحشد الزوج المزيد من الزخم الإيجابي وأن يسجل المزيد من الارتفاعات إلى المستوى 0.6680 وهو ما سيجعل الدولار الانزلندي يتعافى أمام أغلب العملات الأخرى الذهب لا يزال تحت تدولاته أسفل خط الاتجاه الهابط على الإطار الزمني وهو ما يبكي على النظرة الباعية طالما استكررت التدولات أسفل المستوى 1.310 هذا ما أكدنا عليه في العديد من الفيديوهات السابقة الذهب في حال نجاحه في استقرار أسفل خط الاتجاه الهابط سيمتد التراجع إلى المستوى 1.266 دولار أو كامرة الأخرى وهو ما يشكل دعم قوي لتدولات الذهب خلال الفترة الماضية وخاصة بدايات من يوم 22 إبريل الماضي ولهذا في حال الإغلاق اليومي أسفل هذا المستوى من وطاقة أن يمتد التراجع إلى المستويات 1.250 دولار الأقوية بالنسبة لتدولات أسعار النفطة تستقرح لأن تدولات أسفل مستوى الدعم 60 دولار لبرميل بالضبط عند مستوى 59.15 دولار لبرميل وما يبقى على النظرة البيعية على المدى القصير باستهداف المستويات 57 دولار ومنه إلى المستويات 55 ولهذا طالما استقررت تدولات أسفل مستوى 60 من المتوقع أن يمتد المزيد أن يسجل النفطة المزيد من التراجع على المدى القصير والمتواصف بالنسبة لتدولات مؤشر الداود حاليا تستقرر التدولات عند المستوى 25.615 بنظرة سلبية أشارنا إلهي في العديد من الفيديوات السابقة ويكون لدينا نموذج شبه إراس وكتفين على تار الزمن اليومي في حال الإغلاق اليومي أسفل المستوى 25.200 من المتوقع أن يمتد التراجع إلى المستويات 24.800 كهدف أول ولكن مشارط الأغلاق اليومي أسفل هذا المستوى كانت هذه نظرة سريعة الأسوات أمنيت لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته